شاركت مملكة البحرين في الاجتماع التشاوري الأقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي دعت إليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا في بيروت حيث أطلعت مملكة البحرين المجتمعين على تجربتها الرائدة في إصلاح سوق العمل والهجرة الاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي دعت إليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في بيروت وفر فرصة الاستماع إلى تجربة مملكة البحرين الرائدة التي بدأ العمل بها حديثاً والمتعلقة بالتأشير المرينة والتنقل العمالة ويأتي ذلك في إطار متابعة المتغيرات التي شهدها العالم في العقود الماضية كأن الهدف من هذا العهد الدولي الجديد هو ضع معايير جديدة لتنظيم عملية الهجرة والتنقل في العالم والتي أصبحت أحد الأمور الساخنة المطروحة على جميع الموائد هذه الأيام البحرين قامت بتجربة رائدة في عملية إصلاح سوق العمل والهجرة منذ العام 2004 ودخلت في مرحلة نضوج أدت إلى أننا مع منتصف هذا العام أطلقنا نظام جديد يسمى نظام تصريح العمل المرن وهو له تأثير كبير على إدارة السوق حيث لأول مرة في هذه المنطقة من العالم هناك إمكانية للعمل والإقامة الدائمة لغير المواطنين بدون كفيل وبدون صاحب عمل مواطن هذه تجربة رائدة قوامها حوالي 50 ألف شخص سوف دخلت بعين الاعتبار في شهر يوليو الماضي وبدأ الناس يستفيدون منها مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي بناء على دعوة وطلب مباشر من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة لكي نعرض هذه التجربة الرائدة لأنها لم تجرب من قبل في هذه المنطقة من العالم وهي ليست تنظيرا فهي دخلت بالفعل حيز التنفيذ وبدأت آثارها تظهر وبدأت فوائدها تجنى وبالتالي تم دعوتنا لتقديمها في اليوم الأول من جلسات هذا المؤتمر فيما يتعلق بالأهداف بعيدة المدى لهذا اللقاء التشاوري الإقليمي فقد حددتها المنظمة الدولية للهجرة إننا نعيش في لحظة عظيمة غير مسبوقة في التنقل الإنساني الهجرة أصبحت تجاها غالبا في قرننا الحالي إنه الوجه الإنساني للعولمة وبالتأكيد يجب أن يبقى فالناس ينتقلون بصورة تم يسبق لها مثيل في التاريخ كيف تبدو صورة الهجرة في المنطقة العربية؟ في عام 2015 استقبلت الدول العربية 35 مليون مهاجر وهاجر منها أكثر من 26 مليون مهاجر نصفهم داخل المنطقة أما الأسباب فتعددت من المهاجرين من اختار أن يهاجر بحثا عن فرص علم أو عمل أو حياة أفضل ومنهم من نزح هربا من نزاعات وحروب أو من احتلال يهدد أمن ومستقبل المنطقة بكاملها وفي جميع الأحوال تبقى الهجرة قصرا ولو بدأت خيارا أعمال للقاء التشاوري تستمر يومين تحضيرا للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمينة والمنظمة والنظامية المقرر إنجازه السناء المقبلة تجربة مملكة البحرين من خلال هيئة تنظيم سوق العمل قدمت مساهمة مهمة في اللقاء التشاوري تحضيرا للاتفاق العالمي حول الهجرة أحمد عياش تلفزيون مملكة البحرين من بيت الأمم المتحدة بيروت ترجمة نانسي قنقر